من ضمن الاسئلة هل تخصص التجارة الخارجية ليه لازمة? انا في تجارة انجلش جامعة المنفية واحول له بازن الله على حلوان. قالولي في جامعة حلوان هتشيل خمس مواد وتطلع بيهم تانية. هل تستاهل الموضوع? لا ما يستاهلش. ليه لانك في تجارة انجلش وهتدرس حاجات خاصة بالاقتصاد. ممكن بعد ما تتخرج تدرس دبلوما او تطلع على موضوع الاقتصاد وحتى الاماكن الاقتصادية بتتقبل الناس خارجين تجارة خارجية عادي جدا خالص. فنصحتي بلاش انك ترهق نفسك او تحول مش مستهلة كمان هتشيل خمس مواد وتتغرب وكلام كتير. خليك في الجامعة اللي انت فيها وحقق فيها النتائج. وبلاش ترهق نفسك بمزيد او كسير من الامور. لان كل هزي المواضيع من ضمن الترشادتات اللي هتعمل لك مشاكل كتيرة جدا. دول بيشتغلوا دول بيشتغلوا. ركز في الكلية بتاعتك. لو انت مهتم بمجال الاقتصاد ومش موجود عندك. ادرس تبلغم عدد التخرج. ولكن بلاش تشتت نفسك في هذا الموضوع. وربنا وفقك. واكتب لك كل خير بازن الله تعالى. كمعاكم صفحة استشارة تدريب وتطوير. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو المتابعة كل جديد. واكتبونا في التعليقات يا ترى. تنصحوا الشخص ده انه يحاول ولا لأ في التعليقات.